بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة great 6 تعالوا نكمل كلامنا في lesson 1 ونفهم أكتر عن السل وهل هي يطرى شبه بعض في كل البادي بتاعنا ولا لأ وكمان نعرف هي السل دي محتاجة إيه علشان تجيب الانرجي اللي عايزينها سما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس لايك وشير وكومنت على الفيديو وتنضموا دينا على الفيسبوك الجروب والبير كمان الواتساب والتليجرام هتلاقوا اللينكات دي كلها في الدسكريبشان بوكس سندوق الوظف راحة الفيديو يلا نكمل في part 2 من lesson 1 لgrade 6 لو تفتكروا كلامنا عن السل في الفيديو اللي فات قلنا إن السل دي زي الطوبة اللي بنين بيها عمارة كبيرة وزي ما كان عندنا سل لكل living organism فالسل دي اتفقت كلها في حاجات زي بعض تعالوا نفهم أكتر عن السل as a system living organism بتاعنا سواء كان اسمه human أو اسمه animal أو حتى اسمه plant محتاج يعمل جروم راح يميس ومحتاج يعمل reproduce كمان وعلشان يعمل الكلام ده علشان يقدر البادي بتاعنا وإحنا بيبي لسه صغنانين كده ماما بتشيلنا نكبر شوية ونبقى child طوال أكتر شوية نكبر حبة كمان ونبقى teenager كده وسطنا يخشن ونبقى نزعق في البيت ونكبر خالص ونبقى زي بابا وماما الجروب بتاعك اللي بيحصل ده كله هو ازاي حصل هو ايه اللي زاد عندك خلاك تطول كده بعد لما انت كنت حاجس وغنانة خالص بقيت طويل الحاجة دي بتحصل ازاي النمبر بتاع السل اللي موجود في البادي بتاعك بيزي يعني الحدوتة مش عاملة زي العجينة كده يقولك احطك وافردك زي العجين لأ ما بنعملش كده احنا علشان البادي بتاعنا يعمل جروب لازم النمبر يحصل له increase يعني البادي بتاعنا الاول كان سيل واحدة وبعدين بقى تو سيل وبعدين بقى فور سيل كل واحنا من دول طلعت سيل والفور دول طلعوا فور زيهم علشان نعمل جروب السيل السايز بتاعها مش بيزيل السيل الاولينية دي مش كبرت وبقت كده لأ النمبر بتاع السيل هو اللي زيل تعالوا نشوفوا الموضوع بشكل اقرب شوي ايه دي البادي بتاعنا ادي سيل واحدة اهي طب البادي ده عايز يعمل جروب وعايز السيل دي تبقى اكتر خلاص السيل دي تقسمت اتنين سيل وبعدين كل واحدة من السيل دي ادتني كمان سيل تانية وهكذا الفور سيل دول ادوني فور سيل تانيين اهي بقوا ايد بقوا سكستين اهوة ده بالزبط اللي بيحصل مش السايز بتاع السيل اللي بيحصل له انكريز ده النمبر بتاع السيل هو اللي بيحصل له انكريز اللي خلى البادي بتاعك يكبر كده بدل ما انت كنت نص متر مثلا لغاية ببقيت قولي يا ميس ده انا بقيت متر وعشرة سنتي اهوة وصلت للكلام ده ازاي مش السايز بتاع السيل اللي كبر يعني السيل ما طولتش كده وكبرت لا السيل دي طلعت سيل تانية جنبها والسيل طلعت كمان سيل عدد النمبر أوف سيل هو اللي حصل له تشينج مش السايز بتاع السيل طب دي اول حاجة فهمناها تاني حاجة لازم نفهمها ان السيلز زي ما اتفقنا عليهم ان فيهم حاجات سيميلور لبعض فهم برضو فيما بينهم وبين بعض ديفرنز لا مش فاهم يمس يعني مثلا كل السيلز اللي موجودة وربنا خلقها ليها حاجة اسمها سيل ممبرين بس فيه سيل بيبقى عندها حاجة فوق السيل ممبرين كمان اسمها سيل وفيش سيلز تانية ما عندهاش الله يعني هم اتفقوا كلهم ان عندهم الحاجة اللي اسمها سيل ممبرين اللي ما تقلقوش هناخدها في التفصيل قدام زي ما متعودي كلهم عندهم السيل ممبرين ده لكن مش كل السيل عندها حاجة كمان اسمها سيل وول اه الانيميل سيل اللي هي زي السيل اللي موجودة في الهيومن ما عندهاش السيل وول ده مع ان البلانت سيل عندها السيل وول لما ندخل في اللي بنتكلم فيه عن الستركشور او الكمبوزيشن او الپارتز او سيل ونفهم يعني ايه سيل وول ويعني ايه سيل ممبرين هتعرف ليه ربنا خلق للبلانت سيل وول فوق السيل ممبرين وما عملش الحركة دي في الانيميل الانيميل مش محتاجة السيل وول هي بس محتاجة السيل ممبرين بتاعه طيب ايه تاني يا ميس قالك بص يا سيد في حاجة جوه السيل اسمها نيوكلس الحاجة دي مهمة جدا بس على الرغم من كده فيه آنيميل سيل ما عندهاش نيوكلس وآنيميل سيل تانية عندها نيوكلس لا يا ميس كده الموضوع كبير وانا مش فيه طيب تعال نكمل اخر حاجة دي ونشوف كل الكلام ده على بعض السيل بتاعت الليفنج أورجانيزم الواحد يعني مثلا لو انا هتكلم عن هيومن ايه زا ليفنج أورجانيزم هقولك دي سيل موجودة في الهيومن اللي هي بنسميها الماصل سيل اللي تقعد ترفع لماما ايدك كده وتقول لها بصي بصي العضلات انا عندي ماصلز قوية قوي اهي دي الماصل سيل بص بقى دي السيل اللي عامل البون بتاعك السيل مثلا النيرف السيل اللي هي موجودة في النيرفز بتاعتك اللي عملت لك النيرفز سيستم اللي اخدناه قبل كده في جريد فورد شكلها مختلف عنهم خالص اه يعني هما متفقين في حاجات ومش شبه بعض في حاجات تعالوا نشوف الكلام ده بشكل اوضح شوي ايه دي يا سي دي شكل سيل موجودة في الهيومن بادي وده شكل سيل تانية موجودة في الهيومن بادي اللي اتنين شبه بعض اه يا ميس اللي اتنين شبه بعض بس يا ميس دي جواها سيركل كده دي ما عندهاش دي فضية من جو بالظبط السيركل اللي جوه دي اسمها نيوكليس في سيل عند الهيومن عندها نيوكليس وسيل تانية عند الهيومن بادي ما عندهاش نيوكليس انت عارف مين دي؟ دي اللي بيسموها الريد بلد سيل ايوا من اسمها هي سيل موجودة في البلد فعل ولونها ريد برضو طيب دي حلوة قوي الكلام ده يعني دلوقتي انا كهيومن عندي سيلز اوه بس كل السيلز اللي موجودة في البادي بتاعي مش كلها زي بعض ولا في الشكل ولا كمان في حددت النيوكليس دي قدي سيل عندي في الهيومن مفيهاش نيوكيلس سيل تانية في الهيومن فيها نيوكيلس سيل في الهيومن شكلها سركل كده وسيل تانية في الهيومن اللي بيسموها الوايت بلات سيل مثلاً شكلها سفير كده شكل النيره سيل شكلها غريب جداً كده شكل حاجة اسمها إبيثيليل سيل طبعاً الحاجات دي انت مش لازم تعرف أساميهم وتعرف أشكالهم أنا بس بوري كل الكلام ده موجود في الهيومن في Living Organism واحد وكلهم في الآخر اسمهم Cell بس ولا واحدة فيهم شبه تاني يعني ال Red Blood Cell شكلها مختلف خالص عن البونسل شكلها مختلف خالص عن الستامسل شكلها غير خالص الفاتسل ومش شبه الاسبرمسل ولا الانتستعينلسل ولا أي حاجة ولا واحدة فيهم شبه تانية ليه كده؟ علشان كل واحدة فيهم آه موجودة في الهيومن بس كل واحدة فيهم ليها Function هتعملها ليها شغلانة هتعملها ما تقدرش تعملها بشكل تاني يعني ال Red Blood Cell دي محتاجة يبقى السيرفس بتاعها فاضي علشان هتعرف لما تجبر ان هي دي اللي بتكاري الأوكسجن وتمشي بيه جوه البلود طب تخيل بقى لو هي أصلا كاري جواها نيوكليس هتقدر بقى تكاري الأوكسجن ازاي؟ ملهاش مكان هو ده بقى اللي بنتكلم فيه كلهم سل وكلهم شبه بعض في حاجات وعلى الرغم من كده كلهم مختلفين برضو عن بعض في حاجات زي انت واخواتك كده كلكم ولد ماما في الآخر وكلكم ماما بتحبكو في الآخر لكن كل واحد فيكو ليه حاجة كاريكترستيكلي كل واحد فيكو بيعرف يعمل حاجة غير اللي التاني بيعملها نفس الفكرة عندنا في السيلز اللي موجودة في كل ليفينج أورجنز نأكد المعلومة دي بشكلتين دي عندنا البلانت سيل والآنيمال سيل البلانت سيل اهي شكلها عامل كده فيها حاجات كتير بغض النظر عن الأسين فيها حاجات كتير شبه الآنيمال سيل فيها البتاع المدورة دي اللي أنا مش عارفة هي ايه بس هعرف بعد كده إن اسمها نيوكلز بس موجودة في الاتنين فيها حاجات هنا مش موجودة هنا بس خلي بالك في حاجة هنا اسمها سيل وال دور كده على كلمة سيل وال هنا مش هتلاقيها بس هتلاقي السيل ممبرين اللي كنا بنقول عليه موجود في كل السيل لكن السيل وال لقناها في البلانت سيل ما لقناهاش في الأنيمال سيل زي ما اتفقنا الأسامي دي كلها مش مطلوبة منك دلوقتي انت مطلوب بس تفهم ان الانيمال سل والبلانت سل هما في الآخر عندهم حاجات شبه بعض اهو بص مش اول على حاجات كتيرة قوي نهما شبه بعض بس هيهم حاجات برضو مش شبه بعض فيه عند البلانت سل حاجة اسمها سلول ملاقتهاش عند الانيمال سل مع ان اللي اتنين فيهم مثلا البلازما ميمبرين او اللي بنسميه السل ميمبرين اللي اتنين فيهم حاجة اسمها سايتو بلازم اللي اتنين فيهم حاجة اسمها نيوكليس ده اللي بنتكلم فيه السل زي متفقين في حاجات ومختلفين في حاجات تانية طيب يبقى شفنا اهم ان كل السل فيها سل ميمبرين لكن مش كل السل فيها سلول مش كل السل فيها نيوكليس مش كل السل شبه بعضها أو identical لبعضها بس شفنا كمان إن البادي بتاع living organism ممكن يبقى فيه mini cell زي ما شفنا الهيومان بادي كده عندنا سل nerve cell وعندنا سل red blood cell وسل تانية epithelial وسل مش عارفة اسمها إيه بس فيه living organisms تانية البادي بتاعها كله على بعضه عبر عنوان سل زي مين يا ميس زي الباكتيريا اللي جابنا سلتها في المرة اللي فيه طيب تعالوا نشوف السل بتاعتنا دي محتاجة إيه انتي دلوقتي يا ميس قلتي إن السل دي هي اللي هتعمل grow وحنزود ال number بتاعها علشان تديني ال grow اللي هيحصل في living organisms طيب إزاي حصل ال increase في ال number بتاعها ده إزاي السل الجديدة حصل لها formation إزاي البادي بتاعنا قادر يعمل سل من سل أصلا موجود إحنا لو فهمنا الحدوتة دي هنفهم حاجات كتير قوي السل بتاعتنا إهي سل واحدة وجنبها سل وجنبها سل وجنبها سل عملتلي الأورجان بتاعي والأورجان عمل لي السيستم والسيستم عمل لي البادي طيب السل بقى دي محتاجة إيه علشان تديني سل تانية جنبها وسل كمان جنبهم وكمان سل علشان تديني الأورجان ده إيه الحاجات اللي السل need it علشان تقدر تعمل ال activities بتاعتها وتعمل survive وget rid of the waste اللي موجودة فيها السل بتاعتنا دي زي أي حاجة في الدنيا محتاجة food ومحتاجة oxygen علشان تجيب ال energy ومحتاجة water علشان stay alive تعالوا نفهم بقى الفود والأكسجن دي واتكلمنا عنهم كتير الووتر السل إزاي تقدر تاخد الووتر دي علشان تفضل alive بصوا حبيبي الووتر بتاعتنا بتقدر تدخل للسل عادي throw the membrane اللي جبنا سيرته من شوية وقلنا إنه موجودة عند أي سل في الدنيا السل دي حواليها حاجة اسمها سل منبرين موجودة سواء اسمها animal cell أو plant cell اسمها nerve cell أو red blood cell أي سل عندها السل منبرين ده هو ده اللي بيخلي الووتر يقدر يعمل enter للسل نفسه طب بس خلني بالك لو ووتر كتيرة دخلت أكتر من السل دي محتاجيها السل حيحصل لها سواء لحد ما يحصل لها بيرست يعني إيه بيرست؟ يعني المنظر اللي قدامك ده تنفجر كده يا إيه دي السل وهي يعيني نيد الووتر قوي الووتر قعدت تدخل 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 السل حصل لها سواء وكانت تمام طب لما أخدت بقى ووتر أكتر من اللي محتاجيها حصل لها بيرست ها علشان كده السل منبرين ده شاطر قوي ده ألاو الووتر to go outside the cell علشان يعمل keep للبالانس ده يخلي الووتر جنب والسل لحد ما السل تقدر تستحملها وبعد كده ما يدخلش ووتر تاني علشان يخلي الووتر فيها بالانس ما بين البوس side of cell membrane يعني يدخل الووتر آه لكن يخلي الووتر دي تكتر قوي جوه لغاية ما تفرقع؟ لا عامل زي فكرة لما يبقى مكان كده وواحد بتاع السيكيوريتي واقف عليه طول ما المكان ده لسه فاضي آه اتفضل ادخل طب المكان ده تملأ ندخل بقى الناس جوه ويبقوا زحمة يقولك لا 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 خلاص وقفنا دخول محدش هيدخل دلوقتي لو سمحت لما الناس اللي جوه يبقوا يخرجوا يبقى ممكن انت تدخل مكانه اهو ده بالضبط اللي السلم membrane المهم قوي اللي موجود في كل السلز اللي ربنا خلقها بيقدر يعمل بكده حبيبي خلصنا lesson one اتمنى يكون بقى اسهل وابس ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر